بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا الله ما اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا أحبة في الله ما زال حديثنا موصولا مع قضايا الفقه المعاصرة ومسائل الطهارة المعاصرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يتقبل من ومنكم صالح الأعمال انتهى بنا الحديث في مسائل الطهارة عند أبواب الاستجمار وصبق وأشرت أحبة في اللام إلى أن هناك فرق بين الاستجمار وبين الاستنجاء والاستنجاء هو إزالة أثر أثر النجاسة من على المحل بعد البول أو الغائط أي بعد البول أو التبرز بالماء أما إذا أزلنا أثر النجاسة بغير الماء اسمه استجمار والمطلوب من الإنسان بعد قضاء الحاجة عموما أن يزيل أثر النجاسة سواء كان بالماء أو بغيره فلا يشترط لكون الإنسان يستخدم المناديل الورقية مثلا لإزالة أثر النجاسة أو غيرها من الأشياء التي تنقي المحل وتذيل أثر النجاسة عدم وجود الماء بل يصح ذلك مع وجود الماء وإن كان استخدام الماء أفضل إلا أنه يجوز للإنسان أن يستخدم الأحجار حتى مع وجود الماء وكذلك يدخل في الأحجار ما كان في معناها من المناديل الورقية وكل شيء يزهب أثر النجاسة لكن ينبغي أن ننتبه إلى أنه لا يجي الاستجمار بما لا ينقي يعني بما لا يزيل أثر النجاسة فإذا كان الشيء المستجمر به لا يزيل النجاسة لأنه أملس لملوسته أو لدهنية فيه لأنه في دوة أملس لا يوجد فيه مسام مثل الزلط وما شابه أو لدهنية فيه تمنعه من الإنقاء لم يجز الاستجمار به لأن المقصود بالاستجمار إزالة النجاسة وهي لا تحصل في هذه الأشياء الملساء أو التي فيها دهن لا يزيل أثر النجاسة ولا يمتصها كذلك لا يجوز الاستنجاء بالأشياء النجسة لا يجوز للإنسان أن يستنجي بأشياء نجسة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة ليستجمر بها ألقاها صلى الله عليه وسلم وقال هذا ركس أي هذا نجس فلا يصح للإنسان أن يستنجي أو يزيل أثر النجاسة بشيء نجس لأنه يريد أن يزيل النجاسة فلا يصح أن يكون بشيء نجس لا يجوز الاستنجاء بالروث وهو رجيع جميع الحيوانات لأن حديث سلمان رضي الله عنه حين قال لهم مشركون علمكم نبيكم كل شيء أو لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني حتى دخول الخلاء ما ترك صغير ولا كبير إلا وعلمكم إياها فقال مفتخرا بدينه وبالشرعة الطاهرة التي جاءت وعلمتنا كل صغير وكبير فقال نعم أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائة أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم لا نستنجي برجيع أو عظم مرجيع يعني براز الحيوانات حتى ولو نشف ما ينفعش إن الإنسان يستنجي بأو العظم أي عظم الأشياء الميتة الموجودة طب وممكن حد يقول دي أنت قلتنا قبل كده أن العظم طاهر ويصح أن إحنا نستخدمه لماذا لا نستنجي به تبين في روايات الأحاديث أنه زاد الجن زاد إخواننا من الجن المسلم فلذلك لا نؤزيهم بذلك فالشاهد أحبة في الله نهى الرسول أن نستنجي برجيع أو عظم عظمت الإسلام في بيان كيفية التطهر كما حس الإسلام على الطهارة الداخلية ونقاء القلب حس على الطهارة الخارجية دين عظيم والخطأ الكبير الذي نرى كثير من الناس تساهل فيه عدم الانتباه لمساء الاستنجاء والاستجمار وهذا خطر يعني من أسباب عذاب القبر أن الإنسان لا يستبرئ من بوله ولا يستنزه من بوله فهذا من أسباب عذاب القبر فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى يعني ما يعذبان في كبير شئ صغير بيعذبه بسبب في القبر مات وبيعذب في قبر بعد موته بسبب شئ صغير ثم قال بلى أي بلى إنه كبير يعني ليس بكبير في أنظاركم ولكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يذهب إلى الخلاء ولا يستنجي ولا يستجمر ولا يزيل أثر النجاسة أن تتوغل هذه المسألة في الشباب وبعض البنات ويكون عنده مسألة الدخول للخلاء ويخرجها كذا دون استجمار دون استنجاء هذا فضلا عن كونه أثر النجاسة متبق عليه عدم طهارة يعني قضارة كذلك سبب من أسباب عذاب القبر فديننا دين الطهر ودين النظافة والنقاء فلذلك جعل الطهارة شرطا لصحة العبادات من ناحية وكذلك جعل المتساهل في أمر النجاسات عليه من الوزر والعقوبة ما عليه فعلينا أن نحضر من ذلك وبمناسبة ذكر هذا الحديث حين قال سلمان نهانا أن نستقبل القبلة بغائة أو بول الشيء بشيء يذكر قبل أن أكمل يعني ما يتعلق بهذه المسألة إن في بعض البيوت حينما بنيت لم يراعى فيها وضع الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة فبيكون الإنسان لما يجلس في قضاء الحاجة يكون مستقبل القبلة والرسول صلى سلم نهانا عن استقبال القبلة أو استدبارها يعني ما تبقاش القبلة في وجهه أثناء قضاء الحاجة ولا تبقى خلفي أثناء قضاء الحاجة طب في بعض البيوت حينما المهندس لما بنى العمارة أو البيت ما انتبهش إلى هذا فينبغي إن إحنا ننتبه عند بناية البيوت إلى مثل هذا الأمر لكن ما انتبهش والبيت اللي عندي الخلاء في استقبال القبلة لما أجلس على الخلاء أو مستدبر القبلة فما الحكم وأعمل إيه في هذا الأمر إذا كنت غير مستطيع أننا أغير طريقة الخلاء أو طريقة الكنيف في الحمام عشان ما يبقاش متاجد القبلة أفضل أنا غير طب مش قادر أو تكلفة عالية أو مش متاح خلاصة المقام عندنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام قال ذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيد قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف أي أثناء قضاء الحاجة ونستغفر الله شوفوا الأدب العالي هم ذهب إلى الشام وجد ناس عاملوا مراحيد لما يجلس على المرحاة شايف نفسه مستقبل الكعبة مستقبل الكعبة أثناء قضاء الحاجة قال فكنا ننحرف أي ننحرف يمينا أو يصارا ما يبقاش متجه اتجاه كامل لنحاة الكعبة انحراف يسير أثناء القضاء ونستغفر الله أي لبانيها على هذا النحو أي لبانيها على هذا النحو وخلاصة المقام في الناحية الفقهية في هذه المسألة أن هناك من العلماء من فرق بين إذا كان استقبال القبلة في بيت أو في صحراء فقالوا إذا كان في صحراء يبقى يحرم وإذا كان في بيت لا يصل إلى الحرمة ومنه من قال لا وهذا هو الأقرب والأرجح والله تعالى أعلم هو أن الاستقبال التفرقة تكون بين الاستقبال والاستدبار فاستقبال القبلة الأصل أنه محرم والإنسان ينحرف يسارا أو شمالا إذا كان الكنيف عنده إلى اتجاه القبلة ينحرف يمينا أو يسارا ويستغفر الله لبنيها على هذا النحو لكن يعني يقضي حاجته بانحراف يسير لأن الأصل في النهي التحريم ولا فرق بين الصحراء والبنيان وإن كان المسألة فيها أقوال كثيرة هذه المسألة من المسائل التي فيها أقوال كثيرة عند العلماء يتصل إلى 15 قولا أو يزيد في هذه المسألة لكن خلاصة ما يتعلق بها هو التفرقة بين الاستقبال والاستدبار بين الاستقبال وبين الاستدبار فاستقبال القبلة الأصل ومحرم لأن في الصحراء بينك وبين الكعبة جبال ومفاوز أيضا وكذلك في البيت بينك وبين الكعبة حائط فالاستقبال محرم مطلقا تشمع شيئا مع ظاهر الحديث ونفعل كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه إذا وجدنا المراحيط نحو الكعبة ننحرف يسارا أو يمينا ونستغفر الله لأنه كان في مرحاة مبني فلم يقضي حاجته على هذا النحو وإنما انحرف يسيرا أما الاستدبار فالأمر فيه أخف لأن ابن عمر رضي الله عنه لما رقى بيت حفصة رضي الله عنه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة يعني على هيئة جلوس الحاجة ولكنه كان مستدبر القبلة فمستقبل بيت المقدس فدل على أن هناك صارف في الاستدبار فالأمر فيه أخف والله تعالى أعلم ده بس من باب الشيء بالشيء يذكر في هذه المسألة نعود إلى مسألة الاستجمار أحبة في الله إذن لا يجوز الاستجمار بما لا ينقي لا يجوز الاستجمار بالروف ولا بالأشياء النجثة ولا يجوز الاستجمار بالعظام لنهي النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم لأنها زاد الجن ولا يجوز الاستجمار بما له حرمة بما له حرمة ككتب العلم الأوراق التي كتب فيها علم شرعي المطعومات للآدمي يعني من فعش الإنسان يأتي بقطعة خبز مثلا يستنجي بيها أو بقيت شاندويتشي كان بيأكله يقضي حاجته ويستنجي بخبز لأن هذا اسمه شيء محترم بيأكل يأكله الآدمي لا يجوز الإنسان أن يهين ما كان محترما وإهانة المحترم لا تجوز شرعا فالشيء اللي بيأكل لا يجوز للإنسان أن يستنجي به طيب يجوز أنه يستنجي بالعشب والحشائش وما إلى غير ذلك نعم يجوز على الراجح والفحم والرماد يجوز أيضا أن يستجمر الإنسان به يحرم على الإنسان أن يستجمر بأجزاء الحيوان حال اتصالها به يعني ما ينفعش واحد مثلا راكب على حصان أو على حمار فنزل قضى الحاجة ياخد ديل الحمار يستنجي به هذا يعني لا يجوز لأن الحيوان محترم كالطعام فيحرم إهانته بمثل ذلك فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة على وجه العموم أحبتي يجوز الاستنجاء بجميع الأشياء الطاهرة التي تنقي المحل ولم يرد نهي عن الاستجمار بها كالطراب، الورق، القماش وهذا قول جماهير العلماء وعليه يصح الاستنجمار بالمناديل الورقية وغيرها مما تنقي المحل هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب لا ينبغي دخول أماكن الخلاء الشيء بالشيء يذكر مساء المعاصرة بالمصحف لأن المصحف يعني كتاب الله سبحانه وتعالى وينبغي أن نعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فلا يصح الإنسان يدخل بالمصحف إلى أماكن الخلاء ففي ذلك نوع من عدم التعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى لكن يستنسن من ذلك إذا كان لحاجة كان لحاجة كأن يخاف أن يسرق يخاف أن يسرق مع المصحف صغير يغب أن يسرق ويستطيع أن يحميه بأن يضعه في شنطة أو في جيب لا تصل إليه النجاسة ولا يتأثر بوجود في المكان النجس فعندئذن إذا كان يخشى عليه الأصل سواء إذا كنت لا أخشى عليه السرق ألا أدخل به عندي تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى الرسول لما وجد قطعة طورة على الأرض أخذها أخذها ووضعها على وسادة فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى فيعظم وكان ابن مسعود يقبل المصحف يقول كتاب ربي كتاب ربي يصان عن الإهانة يصان عن أن تضعه على الأرض هكذا مهانا إنما فيه كلام الله سبحانه وتعالى فنعظم شعائر الله عز وجل فلكن إذا احتجت إلى دخول الخلاء وأنا في طريق صفر ومعي مصحفي الذي لا يفارقني لأجل وردي ومحتاج أدخل وخايف أسيبه بره لأن في مكان ممكن يصرق لو معي حد هسرقه معي الأصل نسيبه تعظيما لشعائر الله طيب أخشى عليه من الصريقة يجوزه بشرط يجوزه بشرط أن أحميك أن يكون معي شنطة أو علقها ويكون بداخل شنطة أو في جيبي وأأمن وقوعه في المحل النجس أو أأمن من وقوعه في الحمام ففي هذه الحالة يجوز لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة كما هو مقرر في القواعد الفقهية يبقى الدخول بالمصحف الخلاء مش جائز على الإطلاق كده وإنما عند الحاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة حيث لا حاجة لا يدخل به إلى الخلاء فهذا خلاصة ما يتعلق بذلك فيباح إذا كان المصحف مصونا بوضعه داخل لفافة أو داخل الجيب أو في شنطة أو ما أشبه ذلك حقيبة يعني أو ما أشبه ذلك طيب من المسائل المعاصرة المتفرعة الآن أصبح المتفرعة لهذا التأصيل ده التأصيل المسألة المعاصرة بقى اللي في إيه أصبح الآن القرآن في برامج موجودة على اللبات وعلى الهواتف فيجوز أن أنا أدخل بالهاتف اللي عليه برنامج المصحف للخلاء أم لا فرق بين الهاتف وبين المصحف الورقي إيه هو الفرق إن الهاتف لما بيبقى مقفول مغلق والبرنامج لما بيبقى مغلق فهذه الحالة لا وجودة للمصحف لا جرمة له خلاص أصبح هاتف طبيعي إذا أجزنا دخول المصحف إذا كان في حقيبة وإذا كنا نستطيع نضعه في لفافة أو في جيب بالخلاء فإذا كان في داخل الهاتف فهو محفوظ أكثر في وجود المصحف المصور في داخل الهاتف فهو محفوظ أكثر فعليه يجوز دخول أماكن الخلاء بجهاز الهاتف المحمول الجوال النقال والذي بداخله برامج للقرآن سواء كان برنامج أو أكثر لأن القرآن الذي بداخله مصون بوجوده داخل الهاتف الجهاز ليس قرآن إنما البرنامج هو اللي داخله فالقرآن مصون بوجوده داخل الهاتف فهو في حكم ما يحفظه المسلم من القرآن فعليه لا حرج شواء كان في الهاتف أو على سديهات أو ما شابه كل ذلك يجوز الدخول به إلى الخلاء ولا حرج لأن القرآن مصون فيه والله تعالى أعلم يجوز الدخول لأباكن الخلاء لقضاء الحاجة بشيء فيه آية واحدة أو آيات من القرآن لمشقة التحرّل من ذلك زي كتاب مثلا يكره أن يبول الإنسان في قرورة ونحوها داخل المسجد من غير حاجة تكريما للمسجد الأعراب لما بال في المسجد نهاه رسول الله صلى الله وسلم وقال يعني بيّن له أن المسجد بنيت لذكر الله وللصلاة ولعبادة الله وأنها لا تصلح لشيء من هذا القذر وقال أريق على بوله سجلا من ماء فعزره بجهله وبيّن له صلى الله وسلم برفق ولين أن المساجد تصان عن وجود الأشياء النجسة لكن من المر المعاصرة أن أحيانا إنسان داخل المسجد مع أسطرة وبعض المرضى يعني قعيد وقد يحتاج إلى الاعتكاف في المسجد أو التبكير إلى الجمعة ولا يستطيع الذهاب إلى مكان دورة المياه لوجود شلل به أو مرض شديد أو ما إلى غير ذلك أو تركيب أسطرة أو ما شاء هل هذا دخوله في المسجد فيه إشكالية هل لو جعل له قرورة لأجل أنه يضع فيها بوله هل هذا فيه إشكالية نقول من حيث التأصيل يكره أن يبول في قرورة ونحوها داخل المسجد من غير حاجة إذا كان لا يوجد احتياج تكريما للمسجد لأن المسجد ليس مكان لمحل البول صحيح وما بلشع في المسجد لكن وضعه في قرورة لكن جعل المسجد محل لذلك لا يؤمن معه وقوع شيء من النجاسات طيب إن وجدت حاجة لذلك فإنه يجوز قياسا على جواز الفصد والحجامة في الإناء داخل المسجد وهذا أجازه العلماء وقياسا على جواز وضع بعض الأشياء المستقدرة في سياب المصلي وهو يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن المخاط في شأن المخاط إذا قام أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبسقن تلقاء وجهه ولا عن يمينه أي وهو في الصلاة فإن عجلت به بادرة فليفعل في ثوبه هكذا يعني إما كان معي منديل أخرجه أو معيش منديل ومش لاحق وفيه مخاط ممكن في ثوب لكن لا أضعها على الأرض المسجد طيب كانت أرض المسجد الرسول من الحصى قال الرسول صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فلو وجدنا بصاق في مسجد في حصى كان بيدفن فاستفدنا من ذلك أن دفنها وأنك تغطيها فده أصبح جائز كذلك وجود الشيء المستقذر في السوب غير النجس لكن المستقذر في السوب جائز فدل ذلك على أن الشيء المستقذر إذا كان بعيد عن ملابسة أرضية المسجد هذا لا يحرم ولا يعني يدخل في القراهة سيما إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك إذا كان لا يحتاج لا يصح أنه يدخل أشياء مستقذرة إلى المسجد أصلا كما هو معلوم أما إذا كان يحتاج إلى ذلك فلا يجعلها تلامس أرضية المسجد وعليه فقياسا على ذلك يصح للإنسان إذا كان هناك احتياج قياسا على مسألة الفضل والحجامة في المسجد ومسألة التفل في الثياب أنه إذا احتاج إلى ذلك إلى وضعه في قرورة أو دخل المسجد ومهو مركب أسطاره ويأمن ويقول شيء فإن ذلك جائز ولا حرج عليه فعليه يجوز أن يبود المريض والمشلول والمقعد ونحوهم مما جعلت لهم أوعية طبية للبول ويريدون أن يعتكفوا في المسجد أو أن يبكروا إليه يوم الجمعة في هذه الأوعية ولا يكلف أحدهم الخروج من المسجد من أجل ذلك وطبعا مشهور مسألة الأسطرة ولا حرج من دخول المصلي بها في المسجد لأنها في إناء خارجي وصلاة أهل الأعذار فيصح تصح صلاته ويصح دخوله المسجد ولا يحرم من ذلك ففرق بين الحاجة وبين غير الاحتياج في هذه المسألة والله تعالى أعلم كذلك يحرم قضاء الحاجة في ظل ينتفع الناس به لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم يعني اتقوا اللعانين اللعنان أي الذي يستوجب لعنة الناس الطريق في الإسلام له أداب الإسلام زي قلنا الدين النظافة والطهارة لا يصح أبدا أن يكون الطريق محل للقاذرات ومحل لإلقاء الأذى مثل الزبالة والأشياء النجسة لا تلقى في الطريق الناس الذي يسير فيه الناس لأنها تؤذي الناس في طريقهم فالذي رأى هذا يقول لعن الله من فعل هذا لذلك اتقوا اللعانين واحد ماشي في الطريق لأ نفسه داس في نجاسة يقول لعن الله من فعل هذا لأنه يدعو على من فعل هذا لأنه أذاه في طريقه مكان بيستظل فيه الناس تحت شجرة موقف ميكروباس موقف حافلات أي شيء بيحتاج الناس للجلوس فيه متنزهات الناس الكراسي اللي هي موجودة للناس علشان تجلس على الكورنيش أو على النيل أو أي متنزه حضائق عامة لا يجوز لأحد يذهب ويقضي حاجته في هذه الأماكن لأنه يؤذي الناس في طريقهم في أماكن تنزههم في يعني ظلهم فهذا لا يجوز هذا أذى فالأذى أصلا محرم كذلك يقاس عليه الأذى وإن كان من غير النجاسات مثل الزبالة وما إلى غير ذلك إذا كانت في طريق الناس تؤذي الناس في الطريق رائحة كارية شيء صعب وكذلك تؤذي من بالجوار من البيوت المجاورة فلا يحل أن نجعل الطرق مكانا لهذه الأمور لما تكون أماكن القاء القمامة أماكن بعيدة بمنأة عن السكن الأماكن البيوت التي ساكن فيها الناس وبمنأة عن طريق الناس أو ظل الناس بعيد عن هذا وذاك فعند إذن يصح ذلك كذلك قضاء الحاجة في الطريق الأصل إنسان لا يقضي في طريق الناس في ظل الناس وإنما يبتعد عن مكان يسير فيه الناس إذا احتاج إلى ذلك ولم يجد مراحيضا ويتأكد أن المكان ليس في طريق الناس ليس في أماكن يستظل بها الناس ليس في أماكن يتنزى فيها الناس أو يعتاد الناس الجلوس فيها ويبعد ويبالغ في الإبعاد كي لا ترى عورته في مكان غير مأهول خلاصة المقام يحرم قضاء الحاجة في ظل ينتفع الناس به لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقل لعانين قال ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم فالطريق له آدابه ولأنه يؤذي الناس بذلك ويحرم قضاء الحاجة في طريق مسبوق هو مسلوق مأهول وعليه لا يجوز للمسلم أن يؤذي الناس في مرافقهم التي يحتاجون وينتفعون بها كالأسواق وأماكن البيع والشراء وكالأماكن التي يتجمعون فيها للركوب القطرات أو الحافلات أو السيارات الأجر أو غير ذلك لا يجوز له أن يؤذيهم فيها ببول أو غائط أو غير ذلك مما يؤذي كرمي النفايات المؤذية والحفاظات النجسة وما إلى غير ذلك فهذا كله من الأذى وهو محرم والله تعالى يبقى دخل يبقى دخل في حرمة البول في الطريق وفي الظل أن ترمي النفايات في هذه الأماكن سيام الحفاظات بتاعة الأطفال وما إلى غير ذلك فهذا أيضا لا يجوز الإنسان أن يفعله كذلك لا يجوز البول تحت شجرة مثمرة لأنه يحتاج الناس للاستظلال بها ولأخذ ثمرها فلا يجوز ذلك أما إذا كانت غير مسمرة فيفرق في هذه الحالة شجرة غير مسمرة يفرق بين كونها فيها أوراق يستظل بها الناس وليس فيها أوراق يستظل بها الناس فإذا كان فيها ما يستظل به الناس لا يجوز البول عندها أما إذا كانت غير مأهولة ولا يجلس إليها ولا يستظل بها لعدم وجود أوراق يستظل بها فعند إذن لا يحرم في هذه الحالة البول عندها والله تعالى أعلم كذلك يحرم قضاء الحاجة على القبر قياسا على تحريم القلوس عليه وهذا قول جمهور الفقهاء يعني إذا كان يحرم القلوس على القبر فيحرم قضاء الحاجة أو البول أو الغائط على القبور من باب أولى والله تعالى أعلم كذلك أحبتي في الله يكره أن يبول الإنسان في المكان الذي يغتسل فيه إذا كان يخشى من تلوس جسد المغتسل المسألة دي علشان مسألة الحمامات الحديثة يعني في حمام سباح ما ينفعش واحد ينزل في حمام السباح يبول في حمام السباح يؤذي الناس ويؤذي يؤذي الإنسان يبول في ترعة حتى وإن كان الماء جاريا حتى وإن كان الماء جاريا فهذا لا يفعل الإنسان ذلك تلويث وأذى فلا يصح للإنسان أن يفعل ذلك كذلك مثلا البانيو أو ما شابه الأصل إن إنسان مكان يغتسل فيه يقرأ إننا أبول فيه لغير حاجة يقرأ إننا أبول فيه لماذا؟ لأنه قد يغش فيه من تلويث جسد المغتسل وقد يجلب الوسوسة يعني لو إحنا عندنا بنيه في البيت مثلا ولقينا الأم متعودة تخلي الأطفال تبول في البن الواحد داخل مغتسل لأ ماء يطرد نجاسة ولا ماء من الأولاد ولا مية متبقية من غسل ولا شابه يجلب الوسوسة إلى الإنسان لأن قد يحتاج الإنسان إلى أن يمر به طب إذا غسله وتيقا من غسله فعند إذن لا حرج يجوز في هذه الحالة أن يغتسل لكن إحنا نكلم ابتداء إن مكان الذي تغتسل فيه لا تجعله محلا لورود النجاسات لأنه قد تعلق بنجاسة في جانبه لا يطلها الماء الذي تغتسل به وأنت تقف تغتسل فعند إذن تطولك النجاسة أو يجلب لك الوسوسة من الماء المتواجد على جانبي البني أو ما شابه فالشيء لذلك يكره الإنسان فعل ذلك لما سبت عن حميد الحميرية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله طبعا يمتشط كل يوم المقصود به الإنسان اللي شعره لا يحتاج إلى إلى تمشيط وشعره سايح وكويس والراجل وقاعد قدام المراية على طول زي النساء الزينة المرأة محل زينة الرجل لو يتزين بالقدر المطلوب ولكن ما يبقاش هذا شغله الشاغل دائما إلا إذا كان يحتاج شعره مش ناعم شعره أكرد شعره بيكون أشعث يعني بينتكش بيكون منكوش كده لما يلمسه فده اللي يتمشط كل يوم ما فيش أشكالي لكن شعره لا يحتاج وشعره كويس وشعره سايح ووقف يسبسب يتشبه بالإنس فعند إذن هذا لا يليق بالفحولة ولا يليق بالرجولة أن الراجل أو الشاب يتكون ده حاله أن يقف بالفترات الطويلة أمام المرأة لأجل يعني تضبيط الشعر كل شوية وهو لا يحتاج إلى ذلك يعني الشيء بالشيء يسكر طيب قال أن يبول في مغتسله وفي حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال نهى أو زجر صلى الله عليه وسلم أن يبال في المغتسل أما إذا أمن من التنجس كما ذكرنا فعند إذن الأمر أوسع لكن قد يؤدي للغسوسة فيكره عموما ولهذا فإن في الحمامات الحديثة التي تجتمل على مغتسل ومرحاض والمراحيط تغطى بعد قضاء الحاجلة لا إشكالية فيها يعني أنت عندك كان زمان فيه أماكن للحمامات وأماكن لقضاء الحاجة دلوقتي للضيق البيوت فمكان الحمام هو مكان البنيو البنيو جنب الحمام هل هذا يؤثر طالما أنه أمن أنه يقع شيء في البنيو وهو في قضاء في الكنيف لا شيء عليه في ذلك لأنه أمن من تلوث البنيو أو تلوث المكان الذي يغتسل فيه فعند إذن لا يقرأ ذلك والله تعالى أعلم فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة سريعا من المسائل المهمة جدا جدا في مسائل الطهارة المعاصرة أننا أبقى حريص أثناء الوضوء أننا أزيل أثر الأشياء المدهونة على الجسد التي لها جرم يعني إيه شيء له جرم؟ يعني عامل حائل عامل حاجز بين الماء وبين الجلب يعني طبقة طبقة شمعية طبقة دهنية أي شيء عامل حائل في هذه الحالة لا يجوز أننا أتوضى إلا بعد أن أزيل أن أزيل هذا ليه لأنه طبعا المقصود حائل في أعضاء الوضوء أو أعضاء الاختسال طيب إذا كان هذا الحائل موجود ولا توبقت عليه أو اغتسالته هو موجود الاختسال باطل الوضوء باطل لأن الأصل إزالة هذا الحاجز ليه؟ لأن المقصود غسل أعضاء الوضوء وعند الاختسال المقصود تعميم البدن بالماء فهل هذا عما ما بدنه بالماء ولا في جزء لم يصله الماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل في قدمه قدر لمعة لمعة كده لم يصبها الماء زي الدرهم كده لم يصبها الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك أحسن وضوءك ده الوضوء كده في إشكالية إنه في جزء لم يصل إليه لم يصل إليه الماء فيجب تعميم البدن بالماء فإذا كان جزء قدر الدرهم موجود ففي هذه الحالة موجود عليه حائل يجب أننا أزيله وعليه فإذا كان على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها حائل شيء يمنع وجود الماء فالمنكير أي نوع من أنواع الدهانات التي لها حائل يجب إزالتها أولا قبل الوضوء لأن لو توضقت عليها أو توضقت المرأة مع وجود هذا الحائل فإن الوضوء سيكون باطلا لنا تفاصيل مع هذه المسألة وما يعفى عنه إذا شلنا بعض الدهانات وتواجد شيء بسيط جدا هل يعفى عن اليسير أم لا إن شاء الله نتحدث عنها بشيء من التفصيل في اللقاء المقبل بإذن الله انقدر الله بقاء ولقاء لأن وقت الحلقة قد انتهى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلن وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته